كابتل أمودهب يمكن بكلم مبارح على مع كابتل رضا عبدالعيل على فوز مصر فيه على ملاوية مبارح بربعية كابتل رضا عبدالعيل قال وجد نظر أن ملاوية دي مش فرقة كبيرة علشان تقدر تقيس عليه بتتفق معاه ولا بتختلف لا خلينا أقولك يمكن الشكل كان حلو يعني كابداية للمنتخب لا فيه ثبات للتشكيل الشكل كان كويس جدا فردت أسلوبك فردت شخصيتك كمنتخب مصر بصرف النظر المنافس ضعيف أو وحش أو حلو الكلام لكن إحنا أنا عايزين من المباراة أنا نزلت حاطت في دماغي هدف أن أنا أوسع بتلاتة بط وأعمل أداء ونتيجة وده اللي إحنا شفناه مبارح لنهارد شفناه فيه تقلق ويمكن إحنا شفناه طريق حامد من فترة ما بيهدفش يعني أول مرة كان يهدف ما كانش بيتقدم خالص ممكن يكون واخد مهام دفاعية في الفترات اللي فاتت أو بتلعب بطريق عجبك الجول اللي جابه؟ ده جول عالمي ده ردى عبدالعل يعني ما عجبوش أو مردش أنا عجبني ردك على كابت الردى أن أنت ما تقللش زي ما أنا بنقض وأقول إن طريق حامد ما كانش ليه دور أو 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 لا لكن فيه التزام في الخطة التزام بالطريقة اللي كان بيلعب بقى كوبر أو كوروش أو أو كان ما كان بيضمن المنتخب لكن خلينا أقول لك إن كان فيه جرأة من طريق حامد إن هو يتواجد في الحتة ديت عشان صلاح يعملها له البرة لأن كل فرقة ملاوي يعني مركزين إن هو ما يمسكوا يا مصطفى محمد يا مرموش فكله دخل التمانتاشة لإسلام وده زكاء من محمد صلاح إن هو شاف إن هو كان ممكن رفع عينه إن هو ممكن أي حد غيره كان ممكن يرفع يرفع عجام ده تغبط في أي حد تغبط في صلاح تغبط في عز مصطفى محمد تغبط في مرموش تغبط في أي مدافع لكن بصي لقي طريق حامد بيتحرك فحطها له صح وده زكاء من طريق حامد إن هو جيب هدف عالمي ربنا بيكرمه لأن أنا بقول لك إن طريق حامد الفطر اللي فاتت واحد غيره كان زمنه بطر بعد اللي حصل معه في نادي الزمالك طبعا إن انت مش عاد تجدد والراجل طلع وقال على صفحته والراجل يتكلم وقال إن أنا كنت مستعد إن أنا جدد واحد في نادي الزمالك لكن انت قللت منه ومشيته وكان في حاملة عليه كبيرة جدا حتى اللي انت جبته مكانه كنت بتقول لا أحسن منه وفعلاCKzyndsى ان طريق حامد كان وجوده مهم في نادي الزمالك في الفطرة اللي فاتت واحنا تكلمنا عليها أن طريق حامد كان ممالي الحتة دي كان بيدافع بشكل كويس جدا وكان لا غنى عنه في نادي الزمارك الفترة اللي فاتت يروح اتحاد جدة ويطألك بشكل كبير مع اتحاد جدة يمكن اصبح من الناس او من ركاز الاساسية اللي موجودة في اتحاد جدة فبالتالي لا طريق حامد النهاردة بالهدف اللي جابه بيثبت ان الدهن في العتاء فنتكلم بقى جورة فنديله حقه نديله بشكل كويس جدا حتى الهجمتين يا اسلام اللي عاد عملوا من فرقة ملاوي كان بسبب عدم تركيز شوية من محمد عبد المنان في الفترة اللي هو محمد عبد المنعم اللي هو ما كانش ماسك كويس او 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 انا بقول لك لحد النهاردة محمد عبد المنعم لازم تتقرس ودنه شوية بلغة الكورة ان انت لازم يكون فيه تركيز اكتر من كده انت عامل شكل كويس فيه تسابات في التشكيل فيه اهداف بتيجي الوقت بفيت حركات كويسة من بعض اللي عبيد فيه تقلق كبير جدا من الفرقة من المنطقة